عقدت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول التعليم الجامعي والتكنولوجي وذلك في إطار اهتمام التنصيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني وأكد المشاركون أن الدولة تسعى لزيادة ميزانية التعليم لتصبح 100 مليار جنيه بحلول عام 2030 بالإضافة للتوسع في الجامعات الأهلية هنتكلم على الجامعة فالجامعة واجب عليها أن هي تعيد النظر في المناجد التعليمية أي نعم هي شغالة بس عايزين أكتر تعيد النظر في المناجد التعليمية وطرق تدرسها وإعداد الكادر هيئة التدريس اللي تقدر توصل المناهج دي وتبدأ تحط شوية البحث العلمي في المناهج بتاعتها بشكل أكبر من كده وأشمل من كده وكمان تبدأ تبصل من سوق العمل يعني الموضوع ينزل من فوق لتحت يعني نشوف فيه فلن وظائف هتندثر بطبيعة الحال وفيه وظائف جاية جديدة علينا فريلانسينج واخد وضع تاني التكنولوجي وضع وضع تاني مش محتاجين حتى الولاد يسفروا ويجيبوا عمله صعب أنه هو بيشتغل هنا ويجيب عمله صعب يبقى دي أول حاجة أن الجامعة تعيد النظر في المناجد التعليمية ترجمة نانسي قنقر